السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يا اصدقاء في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله جيت نوضح لكم اه الاخر فيديو نزلت هو اللي هو يعني طريقة كما كنتشوف هذا هو الفيديو الطريقة وضع الفيديو الكامل على ستوري فيسبوك بدون تقسيم ووضع فيديو طاول على القصص الفيسبوك يعني بزاف يعني ديال هذا الفيديو هذا يعني شرحوا الطريقة دياله وشرحوا يعني يعني فهموش طريقة ديال الشرح دياله ولاني ميجو يطبقوا اه تعليمات او طبقوا ذلك الشيلي في الفيديو بزاف كي يقول لك ان مطلعت لهم مش ديك القيصاص مطلعت لهم مش ديك تعديل وخاي يعني انا بينتلكم في هذا الفيديو بطريقة كيفاش وانا في هذا الفيديو ان شاء الله نعود نوضح لكم الفيديو ان شاء الله ووريكم طريقة كيفاش يعني وضع الفيديو كامل على ستوري قصص الفيسبوك بطريقة بسيطة فقط تبعو الشرح الدلالي تبعو الشرح مزيان باش تفهمو وانتبعو الشرح كامل باش تفهمو وعارفو كو اطلاق نقوله شنو كتاني باش ما تغلطوش ولا شي حاجة فهمتي يلا غادين بدو الدلالي اموهم وانلي عجبو الفيديو يدير واحد لايك وشي تعليق محافيز لانا واللي ما زال ما تابونه وعجبات والقناة يحاول يدير الاشتراك وخليونا نبدو الدلالي اول حاجة غادين مشو الدلالي غاد مشو كيف تتوها دوا الميصانجر كنشو الميصانجر يعني تطبيق الميصانجر فهمتي قديونا لتطبيق الميصانجر وهذا هو تطبيق الميصانجر تختر اي سادق مثلا يعني سادق اللي غادي تصيفة لها يعني مش هتصيفة لها فقط تدخل عندها يعني كتدخل يعني الرسالة ديولوم انته ما ما غايش تصيفة له لانه شي حاجة عادي تدخل الق Rus surve let it in tem glycer عندما تدخل على الصديق في الميصانجر تأتي الى اه يعني الرسائل هنا وتضغط كما ترون في هذه الصورة في الاسفل هنا هذه في الاسفل تضغط عليه بهذا الشكل وتختار اي صورة يعني اي صورة او اي فيديو تريد ان يعني تضعه يعني عن ستوري الفيسبوك او القصص الفيسبوك سواء يعني فيه ثلاثة دقائق اربعة دقائق خمسة دقائق يمكنك انك تضعه في القصص على ستوري الفيسبوك ممكن تضغط على اي فيديو بحالة الشكلة هذا يمكنة دراري محاشين هنا هنا فيتأكد للمشاكل الدراري هنا فيتأكد لهم ينمو ب villach gött colleague الفيديو كتطلع لهم فقط ارسال يعني ما كتطلع لهم اش اتتاع ديل كيف كتشوفو يعني هادية ما كتطاش له هاد الايقونه ديل التعديل كتطلع لهم ارسال يعني هاد المشكل هادا هدى فين هو الدراري فين كاين تبعوه مع ايام زيان باش تفهمو هاد المشكل هادة في التحديد ديل التطبيق ديال ميصانجر يعني لك عندك النسخة ديل التطبيق ميصانجر القديمة رغدي هي أرسالَ هنا هذا هو ارسالَ مع الضغط على تطبيق نوع ب uhm.. نسخة الأخيرة أخر تحديث نصحة لتحديثًا، وتطبيق ميصان Τرين يعني مثلاً هي الشكل هذا يجب له حتى الحالة مثلاً الامن كديروله التحديد يعني بهذه الشكلة هدا كندغطوه للتحديد يعني ضروري التحديد يعني اخصصك ضروري تضع التحديد يعني للقيت التطبيق مع دائر هذا اللعيبه هدي دي للتحديد هنا قادي تضغط عليها حتى يعاود يتحمل وقادي تكتب لك فتح من بعد غد دخل لها مع تكتب لك فتح ادخل لها مهمي للقي التحديد غد يتضير التحديد للتطبيق ضروري ضروري يعني اخر تحديد ضروري قادي تضغط على التحديد اللي لقيت فتح صافي اما لقيت التحديد اضغط على التحديد بعدها ترجع كيف قلنا للصورة في الميسانجر اضغط على كيف قلنا فيديو انا ماذا عنك اديرها الخعال مثلا بالصورة ثم اضغطوا اديروا فيديو بعد كيف تديروا التحديد دي لتطبيق دي هالميسانجر كتضغط لك ارسال تعديل كتلعو لك بجوج بعدك اضغط على تعديل هذا هو المهم كيف تضغط على تعديل كيف ما كتشوفه الدراري دابع هذه الخطوة الاخيرة الخطوة الاخيرة تضغط على قصتك هاي في هذا المكان هذه اضغط على قصتك هنا هاي مكتوبة قصتك في هذا المكان هنا كيف ما كتشوفه الدراري الضغط على هذا المكان قصتك بهتشكل هذا كيف ما كتشوفه قلت يقولك تمت اضافات الى القصة يعني تم اضافة هذه الصورة او الفيديو هذا الى القصص الفيسبوك يعني وخيكو في خمسة دقائق ست دقائق اربعة دقائق اللي كان غادي يتم اضافه الى اه ستوري والفيسبوك وهذه الطريقة الدراري ما ينشرح مبسط حاولنا ندري كل شي يكون فهم الفيديو احنا اشرحنا الفيديو الاخر وبغينا نحاولو نزيدو بينو الناس اللي ما فهموشي هادي الطريقة الدراري طريقة بسيطة جدا لعجب الفيديو شي لايك وشي تعليق محفز لنا اللي عجبت والقناة درش اشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته